بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبيه الكريم متابعي الكرام أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبقى مع مواضيع المراجعة لشهادة التعليم المتوسط اليوم مع موضوع شامل وملم لأغلب الدروس السابقة خاصة ما يتعلق بدروس الفصل الأول والفصل الثاني نحاول إذن أن نذلل الصعوبات فيما يتعلق بالإجابة على الكثير من الأسئلة خاصة في مجال القواعد والثور البيانية نبدأ أولا بالتعرف على مضمون السند وقراءة النص الكلب ما زال يتبعه لاهثا والقرية ساكنة سكون الأموات العرق يتصبب منه غزيرا حرام عليك يا أبي أتلومني على الذهاب ألا تريدني أن أعيش لقد قلت لي إن القرية تحتضر لقد تركها أبناؤها أغرتهم المدن فغادروها لم يبق فيها غير الشيوخ والعجائز إن الأرض ليست عاقرا تريد رجالا تريد أن تثمر القرية القرية فأجبتك إنني قطرة والقطرة لا تروي هذه الأرض العتشة لقد حملنا البؤس سنوات فما طلع الفجر قبور أجدادكم تناديكم تتوسل بكم أن عودوا ألا تسمعون نداءها ألا تسمعون نداءنا لكنني رفضت قائلا لن أعيش بين القبور إنني أريد أن أعيش أريد غدا مشرقا بعدا وسحقا لحياة الظلام والشقاء إن هذه القرية مشؤومة لم نجني منها إلا البؤسة غادرها أبناؤها إلى أماكن متطورة فتفتحت لهم كنوز العمل والوظيفة وحققوا أرباحا تفوق عشرين مرة ما أجنيه هنا في قرية هذه إن ترحل فستنسانا لن يكون ذلك يا أبي سأتدبر أموري وأجد عملا وأبعث إليكم أموالا تطردون بها شبح البؤس رجلاه تلهثان والكلب وراءه يلهث غادر وآمال عريضة في رأسه فجأة إذن هذا بالنسبة للسند نحاول الآن الإجابة على الأسئلة المتعلقة به نبدأ أولا بالوضعية الأولى وهي الوضعية المرتبطة بأفكار النص وكذلك شرح المفردات وغيرها السؤال الأول حدد القضية التي يعالجها النص إذن من خلال النص يتضح لنا أن الكاتب يعالج قضية مرتبطة بهجرة الشباب من القرى إلى المدن بحثا عن العمل ويتضح ذلك في مواضع مختلفة من النص خاصة في قوله أتلومني على الذهاب إن القرية تحتضر لقد تركها أبناؤها أغرتهم المدن فغادروها وأيضا في قوله غادرها أبناؤها إلى أماكن متطورة فتفتحت لهم كنوز العمل والوظيفة وحققوا أرباحا إلى آخر الجملة إذن موضوع النص يتحدث عن الهجرة وتحديدا هجرة الشباب من القرى إلى المدن بحثا عن العمل والربح ربح الأموال والحياة الكريمة الآن ننتقل إلى السؤال الثاني عدد شخصيات القصة مبرزا بعض ملامحها من خلال النص يتضح أن الكاتب قد اعتمد على القصة كنموذج لمعالجة هذه القضية قضية الهجرة من هجرة الشباب من القرى إلى المدن فما هي شخصيات هذه القصة إذن الشخصيات الأساسية في هذه القصة هي شخصيتان وهو الأب والابن الشاب ويتضح ذلك في قوله حرام عليك يا أبي وهذا الكلام يعود للابن وكذلك في قوله لقد قلت لي بمعنى أن الكلام كان للأب وهكذا إذن الشخصيات الأساسية في هذه القصة هي الأب والابن ملامح الشخصية فإذا عدنا إلى ملامح شخصية الإبن الإبن الشاب فتتضح من خلال النص أن هذا الشاب كاره لحياة القرية ويرى أن هذه الحياة هي حياة بؤس وشقاء ويريد الهجرة إلى المدينة لكي يحقق طموحاته وأماله وحياة كريمة بعيدة عن حياة الظلام والشقاء ويتضح ذلك في قوله إني أريد أن أعيش أريد غدا مشرقة بعدا وسحقا لحياة الظلام والشقاء إن هذه القرية مشؤومة لم نجن منها إلا البؤس إلى آخر الكلام إذن هنا يتضح أن هذا الشاب كاره لحياته في القرية ويريد مغادرتها إلى المدينة لتحقيق حياة كريمة والحصول على وظيفة وعمل يحقق من ورائه أرباحا يساعد بها عائلته في القرية هذا بالنسبة لملامح شخصية الشاب أما بالنسبة للأب فيظهر من خلال النص أنه شخص محافظ لا يريد لابنه مغادرة القرية فهو متمسك بأرض أجداده التي أصبحت مهجورة ويتضح ذلك في قوله قبور أجدادكم تناديكم تتوسل بكم أنعود كذلك في قوله إن القرية تحتضر القرية القرية إلى آخره فهذا دليل على أن هذا الشخص أو الأب متمسك بأرض أجداده ويشعر بالحزن والأسى من الحالة التي آلت إليها هذه القرية بعد أن غادرها أبناؤها ولم يبق فيها غير الشيوخ والعجائز وكذلك الأرض التي أصبحت بورا لأنها لم تجد من يختمها من الشباب هذا بالنسبة لملامح شخصية الأب وكذلك ملامح شخصية الإبن وهي الشخصية الأساسية في هذه القصة إلى السؤال الثالث أذكر الأسباب التي دفعت الإبن لهجر القرية إذن ما هي الأسباب التي دفعت هذا الشاب إلى ترك هذه القرية ومغادرتها إلى المدينة إذن الأسباب تتضح في قوله ألا تريدني أن أعيش أتلومني على الذهاب وكذلك في قوله لقد حملنا البؤس سنوات فما طلع الفجر إذن الأسباب التي جعلت هذا الشاب يريد الهجرة من قريته هي حياة البؤس والشقع ويظهر ذلك في قوله لقد حملنا البؤس سنوات فما طلع الفجر إذن لم يتغير الأمر وكذلك في قوله إنني أريد أن أعيش أريد غدا مشرقا بعدا وسحقا لحياة الظلام والشقع بمعنى أنه تعب وكره من حياة البؤس والشقع التي يعيشها في القرية فهو يريد أن يحقق حياة كريمة وكذلك عيشا حسنا وأيضا يريد أن يعمل في وظيفة يستطيع من خلالها أن يجني ويرتاح من العمل الشاقي الذي كان يقوم به في القرية خاصة في خدمة الأرض هذا بالنسبة للأسباب التي دفعت الإبن لهجر القرية ننتقل إلى السؤال الذي يليه وضح الوسائل التي استعملها الشيخ لمنع ابنه من الهجرة إذن الشيخ هنا يحاول أن يمنع ابنه من ترك القرية والهجرة إلى المدينة فما هي الوسائل التي استخدمها لذلك أولا الوسيلة الأولى التي استخدمها هي التوسل فبدأ يذكره بأن هذه القرية تحتضر وأنها بحاجة إلى أبنائها الذين يخدمونها وأيضا عندما ذكره بأن هذه القرية هي موطن أجداده في قوله قبور أجدادكم تناديكم تتوسل بكم أن عودوا إذن هنا التوسل التوسل لأن هذه القرية هي موطن أجدادهم وهي تحتاجهم وتحتاج لمن يخدمها فيظهر التوسل في قوله قبور أجدادكم تناديكم تتوسل بكم أن عودوا ألا تسمعون نداءها ألا تسمعون نداءنا إذن هنا الوسيلة الأولى التي استعملها الأب أو الشيخ لإقناع ابنه بعدم الرحيل إلى المدينة هي التوسل وتذكيره بحاجة القرية إلى جهود أبنائها وكذلك إلى من يخدمها إذن هذا بالنسبة للوسيلة الأولى التي استعملها أما الوسيلة الثانية التي استعملها الشيخ وهو محاولة استعطاف ابنه وذلك بتذكيره بأنه إذا هاجر فسينسى أهله وقريته ويظهر ذلك في قوله إن ترحل فستنسانا فهنا يحاول الشيخ استعطاف ابنه ويذكره بأنه إذا رحل ينسى أهله وقريته هذا بالنسبة للسؤال الرابع ننتقل إلى السؤال الخامس اشرح أغرتهم مشؤومة ووظفما في جملتين مفيدتين من إنشائك الآن بالنسبة لشرح المفردات دائما إذا أردنا أن نشرح مفردة من المفردات نعود إلى سياقها في النص أو إلى السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة في النص نبدأ باللفظة الأولى وردت في قوله لقد قلت لي إن القرية تحتضر لقد تركها أبناؤها أغرتهم المدن فغادروها أغرتهم المدن فغادروها أغرتهم بمعنى جذبتهم أو استهوتهم أو أغوتهم إذن أغرتهم بمعنى استهوتهم جذبتهم أغرتهم بمعنى جذبتهم وستهوتهم هذه المدن بما فيها من مظاهر الحياة السهلة هذا بالنسبة للكلمة الأولى ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي مشؤومة نعود إلى النص لنبحث عن السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة وردت في قوله إن هذه القرية مشؤومة إن هذه القرية مشؤومة مشؤومة هي من الشؤم والشؤم هو الشر والمكروه والنحس واللعن بمعنى أنها قرية ملعونة قرية منحوسة لذلك حل عليها الشر والمكروه فهذا بمعنى مشؤومة أما بالنسبة للتوظيف فتوظف في جمل من إنشائك توظيف الجملتين إذن عندما نصل إلى معاني الجمل يسهل توظيفها هذا بالنسبة للجزء الأول أو الوضعية الأولى من الأسئلة ننتقل إلى الوضعية الثانية السؤال الأول أعرف ما تحته خط في السند إعراب مفردات نعود إلى الكلمات في السند أول كلمة هي في قوله تريد رجالا تريد أن تثمر القرية القرية الثانية إذن نلاحظ هنا أن هناك تكرار وهذا التكرار هو تكرار لفظي لأننا كررنا كلمة القرية مرتين هي ذاتها القرية القرية إذن القرية الثانية بما أنها تكرار لفظي وهذا التكرار اللفظي هو توكيد بغرضه التوكيد فهنا القرية توكيد لفظي الآن من الناحية الإعرابية توكيد لفظي والتوكيد من التوابع هذه الكلمة كلمة القرية الثانية ستتبع القرية اللفظ الأولى من الناحية الإعرابية نلاحظ أن كلمة القرية الأولى جاءت منصوبة لماذا هي منصوبة؟ لأنها مفعول به القرية الكلمة الأولى هي مفعول به لفعل محدوف تقديره إلزم إلزم القرية إذن القرية الأولى مفعول به منصوب وعلى مثل نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن القرية الثانية ستتبع الكلمة الأولى من الناحية الإعرابية فالقرية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا بالنسبة للفظة الأولى ننتقل إلى اللفظة الثانية وهي في قوله والقطرة لا تروي هذه الأرض العتشة إذن المطلوب إعراب كلمة الأرض نلاحظ أن كلمة الأرض مسبوقة بهذه وهو اسم إشارة والقاعدة تقول أن الاسم الجامد المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدل إذن هنا لدينا اسم جامد معرف بأل الأرض اسم جامد معرف بأل وجاء بعد اسم من أسماء الإشارة إذن هذا الاسم الذي يأتي جامدا ومعرفا بأل بعد اسم من أسماء الإشارة يعرب بدل أو عطف بيان يعرب بدلا أو عطف بيان الآن نحاول أن نتبين الحركة الإعرابية إذن لكي نعرف الحركة الإعرابية للبدل لأن البدل من التوابع والتوابع تتبع الإسم الذي قبلها في الناحية الإعرابية تتبع المتبوع من الناحية الإعرابية إذن المتبوع هنا هو اسم الإشارة هذه الآن حتى نتعرف على الحركة الإعرابية لإسم الإشارة يجب أن نتعرف على موقعه من الإعراب إذن نعود إلى بداية الجملة لا تروي تروي فعل مضارع مرفوع لم ترفعه الضماء المقدرة والفاعل ضمير مستتن تقديره هي عود على القطرة إذن لا تروي القطرة هذه الأرض العتشة إذن لا تروي القطرة القطرة إذن الفاعل ضمير مستتن تقديره هي يعود على القطرة هذه اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به إذن هذه اسم الإشارة يعرب مفعول به في محل نصب إذن البدل سيكون منصوب إذن الأرض بدل أو عطف بيان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن بهذه الطريقة نتعرف على الحركة الإعرابية للبدل أو للتوابع الأخرى إذن للبدل أو عطف البيان وكذلك للتوكيد لأنه من التوابع إذن يجب أن نعرف الحركة الإعرابية للمتبوع هذا بالنسبة لللفظة الثانية ننتقل إلى اللفظة الثالثة وتظهر في قوله غادرها أبناؤها إلى أماكن متطورة إلى أماكن متطورة إذن لدينا حرف جر وإسم مجرور إذن إلى حرف جر إلى أماكن إسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر إذن هنا نركز جيدا في الإسم المجرور في هذه الحالة نلاحظ أننا نقول إلى أماكن فهنا إسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف وهو من سياغ منتهى الجمع إذن اسم مجرر وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه من سياغ منتهى الجمع على وزن أفاعلة على وزن أفاعلة وهي من أوزان سياغ منتهى الجمع إلى أماكن متطورة لاحظوا الصفة الصفة تتبع الموصف متطورة فهي تابعة أماكن في الجر لأن أماكن مجرور نضيف أيضا كلمة أخرى وهي في قوله لم يبقى غير الشيوخ والعجائز إذن العجائز كيف تعرف إذا مسبوقة بحرف عطف وقبلها كلمة الشيوخ غير الشيوخ الشيوخ مسبوقة بغيره إذن بعد غيره دائما تأتي الإضافات إذن الشيوخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الواو حرف عطف العجائز اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره هذا بالنسبة لهذه الكلمة وهنا اخترنا الاسم المعطوف ننتقل الآن إلى إعراب الجمل الجملة الأولى أو السؤال بين أعرم ما بين قوسين إعراب جمل الآن ننتقل إلى الجملة الأولى وتظهر في قوله لقد قلت لي إن القرية تحتضر إذن الجملة هي جملة تحتضر أول شيء ألاحظ أن هذه الجملة هي جملة فعلية تحتضر لأنها مكونة من الفعل والفاعل تحتضر ثم أعود إلى بداية الجملة أجد أنها ابتدأت بإن ابتدأت بإن وإن من النواسخ إذن إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد القرية اسم إن إذن اسم إن يأتي منصوب القرية اسم إن منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره تحتضر إن القرية تحتضر إذن نحاول أن نؤولها بمفرد فنقول إن القرية محتضرة إن القرية محتضرة محتضرة خبر إذن الجملة الفعلية تحتضر في محل رفع خبر في محل رفع خبر هذا بالنسبة للجملة الأولى ودائما في إعراب الجمل إما أن ننظر إلى ما قبل هذه الجملة أحيانا نحتاج فقط إلى من قبلها وأحيانا نحتاج إلى أن نعود إلى بداية الجملة لكي يتبين لنا موقعها من الإعراب فهكذا في إعراب الجمل إما أن ننظر إلى ما قبلها إما أن نعود إلى بداية الجملة خاصة إذا كان لدينا النواسخ فنرى إذا كان لدينا ناسخ أو لدينا فعل متعدي إلى أكثر من مفعول وهكذا إذن حسب الجملة التي بين أيدينا الآن ننتقل إلى الجملة الثانية وهي في قوله قبور أجدادكم تناديكم قبور أجدادكم تناديكم إذن هنا الجملة مركبة فيها جملة أصلية وهي قبور أجدادكم وجملة فرعية وهي جملة تناديكم إذن ما محل هذه الجملة الفرعية من الإعراب نحاول أن نؤولها بمفرد قبور أجدادكم مناديت إذن هكذا تضحى المحل الإعرابي إذن نلاحظ أن الجملة كل الجملة هي جملة إسمية ابتدأت بإسم قبور فقبور مبتدأ مرفوع لم ترفعه ذا ما ظاهر على آخره وهو مضاف أجدادكم مضاف إليه ثم تناديكم هي جملة فعلية فرعية فهنا لدينا المبتدأ إذن تناديكم منادية تؤول منادية فهي خبر إذن تناديكم جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ قبور إذن هذا بالنسبة للجملة الثانية ننتقل إلى الجملة الثالثة وهي في قوله كذلك إذن الجملة المطلوب بيان محلها الإعرابي هي جملة أن أعيش ونلاحظ هنا أن هذه الجملة هي جملة فعلية مصدرية لأنها ابتدأت بالحرف المصدري أن أعيش إذن جملة فعلية مصدرية الآن أعود إلى بداية الجملة وهي أريد أريد أن أعيش إذن هنا المطلوب بيان إعراب جملة أن أعيش إذن نلاحظ أن قبل هذه الجملة الفعل أريد إذن أريد إذن هنا تبدأ الجملة هنا تبدأ هذه الجملة أريد أن أعيش أريد أن أعيش إذن بيان الجملة التي بين قوسين أن أعيش لو كان أريد أن أعيش كلها داخل القوس لاختلاف الإعراب لأنه بهذه الطريقة تصبح خبر إن إن إنني لو كان القوس أريد أن أعيش كلها مع بعض لكانت خبر إنني ولكن بما أن القوس هو أن أعيش فقط فهذه الجملة هي للفعل أريد هي للفعل أريد أريد أن أعيش إذن من هنا تبدأ الجملة الأصلية أريد أن أعيش إذن نحاول أن نؤولها إلى مفرد فأقول أريد العيش أريد العيش إذن أريد فعل وفاعل أريد فعل مضارع ومرفوع الفعل لما أستطيع تقديره أنا أن أريد العيش العيش مفعول به منصوب معلمة نصبه فتح الظاهر على آخره إذن الجملة الفعلية المصدرية أن أعيش في محل نصب مفعول به للفعل أريد هذا بالنسبة لهذه الجملة وهي الجملة الثالثة ننتقل إلى الجملة التالية إن ترحل فستنسانة إذن هنا بيان محل الجملة فستنسانة من الإعراب نعود إلى بداية الجملة نجد إن ترحل إن ترحل وإن هنا هي شرطية هي من أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين أحدهما في جملة الشرط وهو الفعل ترحل والثاني في جملة جواب الشرط وهنا نلاحظ أن جواب الشرط لأن الشرط هنا جازم ننظر إلى جواب الشرط إذا كان جواب الشرط مقترنا بالفا أو بإذا الفجائية فلها محل من الإعراب إذا كان غير مقترن فلا محل لها من الإعراب إذن لا نلاحظنا جيدا هذه الجملة نجد أن جواب الشرط مقترن بالفا فا جواب الشرط فهنا اقترنا بالفا إذن هذه الجملة ستحل محل فعل جواب الشرط وبذلك نقول الجملة جواب الشرط فستنسانة جملة جواب الشرط فستنسانة في محل جزم فعل جواب الشرط في محل جزم فعل جواب الشرط إذن فستنسانة جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفا في محل جزم فعل جواب الشرط هذا بالنسبة لإعراب هذه الجملة نأخذ جملا أخرى النص مليء بالجمل التي لها محل من الإعراب إذن غير هذه الجمل سنأخذ جملا أخرى نبدأ من بداية النص الكلب ما زال يتبعه إذن لدينا هنا ما زال يتبعه لو أردنا إعراب الجمل بين قوسين يتبعه فهنا نلاحظ أن لدينا ما زال وهي من نواسخ من أخواتي كان ما زال فعل ماضي مبني على الفتح اسم هذا من مستتر تقديره هو يعود على الكلب يتبعه جملة فعلية جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال في محل نصب خبر ما زال إذن يتبعه جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال أيضا الجملة الأخرى لقد قلت لي إن القرية تحتضر إذن كل القول إن القرية تحتضر إلى آخر الكلام إذن هذه الجملة إن القرية تحتضر جاءت بعد قلت لي قلت لي بعد قول إذن هي جملة مقول القول جملة مقول القول تعرب مفعول به إذن قلت لي القول قلت لي القول إذن هذه الجملة هي جملة مقول القول إن القرية تحتضر كلها مع بعض إذن هذه الجملة هي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به للفعل قلت إذن الفعل قلت مبني للمعلوم إذن هذه الجملة جملة مقول القول تكون في محل مفعول به أيضا في نفس الكلام في قوله تريد رجالا تريد أن تثمرا إذن الجملة المصدرية أن تثمرا محلها من الإعرب إذن الجملة الفعلية المصدرية أن تثمرا محلها منه تريد الإثمار تريد فعل مذارع مرفوع والفعل در مستجد تقديره هي الإثمار مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة ظاهرة على آخر إذن الجملة الفعلية المصدرية أن تثمرا في محل نصب مفعول به للفعل تريد الجملة التي قبلها إن الأرض ليست عاقرا كذلك إذا أردنا بيان المحل الإعرابي للجملة بين القوسين ليست عاقرا ففي بداية الجملة إن الأرض ليست عاقرا إذن إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد الأرض اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة ظاهرة على آخر ليست عاقرا جملة اسمية منسوخة بمعنى مسبوقة بناسخ إذن جملة اسمية منسوخة أو مسبوقة بناسخ في محل رفع خابر إنا إذن ليست عاقرا هي جملة في محل رفع خابر إنا هذا بالنسبة لهذه الجملة ننتقل إلى الجملة التالية فأجبتك إنني قطرة هنا لدينا مقول القول أجبتك إذن أجبت فعل الماضي المبني على السكون التأو ضمير متصل في محل رفع الفاعل الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول إذن أجبت هو فعل متعدي إلى أكثر من مفعول إذن فلدينا مقول القول إنني قطرة جملة مقول القول في محل نصب سدت مسد المفعولين لماذا؟ لأن الفعل أجبت من الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول إلى ثلاثة مفاعل إذن الكاف هو المفعول به الأول ومقول القول سد مسد المفعولين ثم في نفس الجملة وفي قوله والقطرة لا تروي إذن القطرة مبتدأ مرفوع وعلى ما ترفعه ضم الظاهرة على آخره جملة لا تروي هي جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ القطرة إذن لدينا مبتدأ وخبر هذا بالنسبة لهذه الجملة ننتقل أيضا إلى جملة أخرى في قوله لكنني رفضت لكنني رفضت إذن الجملة بين قوسين هي رفضت نضع الجملة بين قوسين رفضت إذن لكنني إذن لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك الياء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر لكن رفضت نؤولها بمفرد فنقول لكنني رفض لكنني رفض إذن الجملة رفضت جملة فعلية في محل رفع خبر لكن في محل رفع خبر لكن أيضا قائلا لن أعيش بين القبور لن أعيش بين القبور لو أخذنا الجملة لن أعيش بين القبور هي جملة مقول القول قائلا لن أعيش بين القبور إذن لدينا جملة مقول القول فهنا مقول القول في محل نصب مفعول به إذن مقول القول في محل نصب مفعول به الجملة التالية وتطهر في قوله وأبعث إليكم أموالا تطردون بها شبح الموت إذن الجملة بين قوسين تطردون بها شبح الموت أبعث إليكم أموالا طاردة لشبح الموت أموالا طاردة إذن أموالا نكرة وبعد النكرات صفات إذن أموالا نصفها طاردة طاردة إذن طاردة تعربوا الصفة منصوبة علامة النصبية الفتحة الظاهرة على آخرها إذن الجملة الفعلية تضردون بها شبح البؤسي في محل نصب نعت لأموالا في محل نصب نعت هذا بالنسبة لهذه الجملة نأخذ جملة أخرى وهي في آخر النص رجلاه تلهثان رجلاه تلهثان رجلاه لاهثتان رجلاه لاهثتان إذن رجلاه مبتدأ مرفوع إذن مبتدأ مرفوع لم ترفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف الضم المتصل المبني في محل جر مضاف إليه لاهثتان خبر إذن تلهثان جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ والكلب وراءه يلهث يلهث الكلب مبتدأ مرفوع لم ترفعه الضم الظاهرة على آخره يلهث الكلب لاهث مبتدأ وخبر لاهث جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ هذا بالنسبة لإعراب الجمالي ننتقل إذن تقريبا أخذنا كل الجمال الموجودة في النص ننتقل إلى السؤال التالي بيّن النمط الغالب على النص والأنماط المساعدة له موضحا كيفية تداخلها لبناء القصة أولا لدينا قصة والقصة يناسبها النمط السردي إذن النمط الغالب على النص هو النمط السردي أما الأنماط الخادمة أو المساعدة فهي الوصف والحوار لأن سرد الوقائع والأحداث من خصائصه الزمان والمكان والشخصيات والأحداث فالكاتب احتاج إلى السرد في نقل الأحداث الأحداث التي وقعت بين الإبن والشيخ ثم احتاج الوصف في وصف هذه البيئة وصف البيئة وهي القرية خاصة عندما قال والقرية ساكنة سكون الأموات فهنا يصف وصف للقرية وأيضا عندما قال القرية تحتذر لقد تركها أبناؤها لم يبقى فيها غير الشيوخ والعجائز هنا وصف لهذه القرية أيضا عندما قال إن الأرض ليست عاقرا كذلك وصف أيضا قبور أجداديكم تناديكم تتوسل بكم أن لا تسمعوا وهنا أيضا وصف لهذه القرية إذن احتاج للوصف في ذكر ما يتعلق بهذه القرية وأيضا في وصف الشخصيات في وصف الشخصيات ملامح هذه الشخصيات لأن السبت يعتمد على وجود الشخصيات وهنا كما ذكرنا سابقا ندينا شخصيتان أساسية وهما الأب وابنه ثم احتاج إلى الحوار كذلك في بيان الحديث الذي دار بين الإبن وأبيه إذن هنا دار حوار بين هذا الإبن وأبيه فهنا وظف الكاتب الحوار إذن النمط الأساسي هو السرد لأنه عبارة عن قصة ويسرد فيها أحداثا معينة ثم احتاج إلى الوصف في وصف الشخصيات وكذلك وصف البيئة المكانية وهي القرية واحتاج كذلك إلى الحوار في نقل الكلام الذي دار بين الإبن وأبيه هذا بالنسبة لهذا السؤال ونتوقف عند هذه النقطة ونواصل حل هذا الموضوع في جزئه الثاني استبدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة